هل من نصيحة للنساء الكاشفات وجوهن في الحرم؟ الصيحة يتقين الله عز وجل ويسترن وجوهن عند الرجال لأنهن مسؤولات عن ذلك أمام الله سبحانه قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن الجلباب هو الجلال الكبير تدني على وجهها منه كما لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن تفسير هذه الآية أدنى قرف ثوبه على وجهه تفسير للآية؟ نعم